تصاعدت حدة المعارك في عدد من المحافظات اليمنية قبل ساعات على بدء الهدنة المزمع تطبيقها اعتبارا من منتصف يدي الليلة وشهدت تعز والحج والضالع أعنف المواجهات بين القوات الشرعية وميليشيات الحثي والمخلوع صالح أبرز التطورات الميدانية نتابعها في تقرير مراسلنا في عدن زكريا سعدي شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم غارات مركزة على مواقع وتجمعات تابعة لميليشيات الحوثي وصالح بمحافظة تعز وسط اليمن سقط خلالها عدد من القتلى والجرعى في صفف الميليشيات وعلى صعيد الاشتباكات بين المقاومات الشعبية والمتمردين في جبهة القبيطة بمحافظة لعج سقط أكثر من خمسين مسلعا حوثيا كما دمر عدد من الآليات التابعة للميليشيات وفي قعطبة بمحافظة الضالع قصبت المقاومات الشعبية تعزيزات عسكرية تابعة للميليشيات كانت قادمة من جبهة محافظة إب وضمت مدفعية وطواقم عسكرية حاولت الميليشيات تنقلها والتسلل بها إلى مواقع أخرى وقالت المصادر أن قتلى وجرحها سقطوا بصفوف الميليشيات الانقلابية في المواجهات التي شهدتها هذه الجبهة الحوثيون طبعا هما يظهرون بأنهم يتباهم بالانتصارات التي حقوقونها في الوقت التي هي خاوية المحتوى وهي فقط تشكل هواء من الأرض توقع بسرعة بيد المقاومة والتحالف وتحقق انتصارات لصالح المقاومة والتحالف أفضل من الحوثيين وعفاش وفي محافظة مارب كشف مصدر مسؤول بالمحافظة أن خسائر ميليشيات الحوثي وصالح خلال شهر نوفمبر الفائت وفي الجبهات المشتعلة في أطراف مارب بلقت أكثر من 137 قتيلا و26 أسيرا بالإضافة إلى تدمير عتاد عسكري ضغم تابع للميليشيات إلى ذلك أعتبر معللون السياسيون يمنيون محاولات ميليشيات الحوثي وصالح الترويج لانتصارات إعلامية وهمية معاولة لتحقيق مكاسب سياسية في مفاوضات جنيف 2 المزمع انتلاقها الثلاثاء في سويسرا سبقا وقعوا اتفاقيات قبل الحرب مثل اتفاق الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة واتفاقات أثناء الحرب الهدنات السابقة ولم يوفوا بأي واحد ولا أي عهد لهم ولهذا أتمنى أن أتفاعلوا بالخير تجدون ويدخل اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين الثلاثاء قبل ساعات من بدء مفاوضات سويسرا لم يحترم الحوذيون وقوات المخلوع صالح أي اتفاقات معهم قط لكن ما قد يكبرهم هذه المرة هو خسرانهم لكثير من الأوراق السياسية والميدانية التي كانوا يراهنون عليها زكريا السعدي لقناة الشارقة عدن ترجمة نانسي قنقر